على سيدنا محمد الفاتح لما أهلخ والقاتل لما سبق الناظر الحق بالحق ولهدي إلى صراتك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وفرج عن أمته صلى الله تعالى لهم وعلى آله وصحابه وسلم بهذه الصلاة وبهذه الأبيات أمين يا رب العالمين بحق خولك أستجاب لهم ربهم ولا توجي شيئا من الأكدار والأفات إلا من قاتبك بهذه الصلاة وبهذه الأبيات قرج بجاه المصطفى عن أمته يا مخرجا عبدك دا من خمتي اكتب صلاة وسلاما للنبي في الآل والصحب ذوي التجنبي سلم بجاهه وجاههم معا أمته يا واهدا لي قمعا تفضلا على ذوي الإيمان بفرج يا واهب الأمان جميل أوصل لجميع المسلمين والمسلمات أمن رب العالمين جميل أوصل لجميع المسلمين والمسلمات أمن رب العالمين اكتب صفاء لجميع المحصنين والمحصنات يا ولي المؤمنين بالله والرحمن والرهيم هب لمن يحبونك ما يمه الرهب لوجيك الكريم وجف رجاء بلا أدا لمن يديمون الرجاء هب لدوي الإيمان والإسلام خير بشارات بلا ملام محو تضر عبدك القديم يا خير من يجود بالتقديم رفعت سعيه إليك يا شكور بكرم ومنة وبالشكور بحق وجيك الكريم هب له إجابة يا من محو تكبله بالله والرحمن والرهيم يا من بقريب ومجيب سميا هب للذين آمنوا وأسلموا فراق فدنة الذين ظلموا مصلياً مسلماً على الرسول في حضبه يا من حباني بيصول مصلياً مسلماً على الرسول في حضبه يا من حباني بيصول اللهم بحق وجي الله تعالى الكريم صل وصلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصعبه والتقبل هذه الصلاة وهذه الأبيات من قائلها بقدر آدمة ذاتك ومن كل من دعا بهما بقبول حصل يغبطه فيه كل من يتضرع بهما في الحال والمآل بلا آفة ولا كذر ولا غرور ولا الشجراء آمئ يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنك أمرتني في كتابك بأن أصلي وأصلم على حبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وصلم فعجبتك إلى ما أمرتني به واجعلت هذا الكتاب مقدمة فتقبلها مني بفضلك وجودك وكرمك وتقبل جميع ماياتي بعدها واجعل كل حرف منها موفقا لما تحب وترضى بجاه المصلى عليه بها اللهم إني مقر لك بالكمال والجلال والجمال والتقدس عن كل ما لا يليق بك من الأوصاف ومقر لرسولك صلى الله تعالى عليه وصلم بالاتصاف بكل ما ينبغي أن يتصف به من الأوصاف ومقر لجميع الأنبياء والمرسلين بالاتصاف بما يليق بهم من الأوصاف ومقر للملائكة بالاتصاف بما يليق بهم من الأوصاف فصل وسلم على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصابه صلاة وسلام تدخلني بهما في الدارين في حظنك الذي مندقل فيه أمين من عظبك أمين يا رب العالمين الحمد لله الذي هدنا لهذا وما كنا لنهتدي الأولاء وآخر دعمنا الحمد لله رب العالمين بسم الله رب العالمين